اشتركوا في القناة واحد شخصية ديكالي بعهدين عليهم في طريقة تفكيرهم وطريقة التعامل ديهم وكيوقع واحد استضام في حضاري اللي كيخلق وكيولد المشاهد الفوكاهيو والهزدين ان شاء الله اللي غا تكتشفوها في السيدكم شنو هو الدور ديلك في هذه السلسلة فين جسد الدور ديال الحسن اللي كيكون هو خو دائما الحسين اللي كيشد الدور دياله صديق ديالي هاشي من بستاوي هاد جوز خوطه دو ما كيتفرقوش وباهم كان مقدم ديال البلاد ومات وفاش مات سحب ليهم واشت المهنة ديال التمقدمين كتتورت ألو كيبقوا عايشين بذلك الهاجز بينا بجوج مقدمين وكيوحصلوا معاهم بزفة المواقف في الوبرج ان شاء الله اللي غا تكتشفوه واش ممكن تعطينا فكرة على الأعمال اللي غا تتعرض على دوزام بطبيعة الحال عندي فكرة على الأعمال رمضي ان شاء الله اللي غا تتوز في دوزام وتقريباً وما تقريباً قاع أصداقاتينا وكنتمنى لهم ان شاء الله النجاح والتوفيق في هذه الأعمال هادو احنا كنا فلنا نخوت وخا ما كنخدموش رمضياتنا إلا وكنتمنى لأخر ذي من النجاح ان شاء الله والسيكسي بالنسبة لهذا الأعمال تنتظر بيننا غا تكون ان شاء الله منافسة بيناتهم وخا كي دوزو في نفس القناة اللي يدوزين يعني حيث تقريباً بزاف كالفنانات تبارك الله اللي هم تمكنين من الأعمال ديالهم اللي كيدر الدراما اللي كيدر الكوميديا وعلى مر الزمان وحنا تنقول للمشاهد يعني ماشي باش ماشي كدوب ولا لابهتان يعني كين واحد تطور تطورنا من رمضان رمضان ولا تطور لا تقنياً لا فنياً لا كتابياً كذلك ولا نونيفو طلعي الحمد لله وقدت مننا من الجمهور صلى الله الكريم يتبع هاد التقدم هذا والتطور وتنال الإعجاب دياله هاد الأعمال الرمضانية كنا نقدموه لها إن شاء الله رحمه شنو هو رأيك في تواجد بزموعة من الأسماء الشابة في الأعمال الرمضانية؟ بطبعة الحال يعني تشبي براها ما شير لا في إطار الفني ولا في التقافي يعني نرى تشبي بكين في جميع في جميع يعني الإطارات يعني لا في السياسة لا في الاجتماع القناعة ديال التشبيب يعني اليوم من كي يتلقوا فننا شباب مع فننا اللي عندهم جريبة إلا وكي يعطيوا حاجة جديدة يعني إحنا كانت تطوروا بلدنا تتطور الفكر كي تطور إذن خاصنا نخليوا البلاصة للشباب باش يتاهم يقولوا لهم موديا لهم ورا ما غايدرش رغا ينفع إما المشاهدي برنامج موفيدا؟ بسبب المشاهدين تاع القناة تانية وبالأخص بمشاهدين برنامج موفيدا كنقول لكم سيروا الأعمال ديالنا احنا كنتعبوا كنحاولوا نقدموا لكم يعني الجادي كنحاولوا نقدموا لكم أحسن معدنا وكنتمنوا دائما نكونوا عند الحسن ديال الضم ديالكم ورمضان مبارك سعيد أجندة موفيدا لهذا الأسبوع كنت قدم لكم من 27 إلى 29 ماي موعد مع المهرجان دولي للفنون والثقافات في مدينة أكادير وبمدينة ريباطو بالضفط المسرح محمد الخاميس سيكون للجمهور موعد مع حفل راقص مميز نهار 29 ماي أما مدينة أكادير ستستضف لموسيقي ديدي أومباكت في عروض مميزة من 30 ماي العشرة يونيو بالمعهد الفرنسي وفي مدينة مراكش الجمهور المغربي سيكون لديه موعد مع المهرجان الدولي للضحك من 1 إلى 5 يونيو أما العاصمة الريباط سيتعرف تنظيم دورة ثالثة من فستيفال مدينة فلوريسانت وبالضبط بالمكتبة الوطنية نهار جوج يونيو وبمدينة الدار البيضاء وتحديدا بلوزين سيكون لدينا موعد مع الإexposition سورتي دوريزيدانس كوازي يوم 3 يونيو مع ياسين بلبزيوي ودجون لوازو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر